تسلح الرسام الكاريكاتير السوري ديزوار إبراهيم بالريشة والألوان لمحاربة فكر التنظيم داعش عبر مشروعه الشخصي الذي بدأه منذ أكثر من عامين في أربيل حيث باشر برسم عشرات الرسوم الكاريكاتيرية التي تصور جرائم التنظيم بحق الإنسانية في مناطق سيطرته كرسام كاريكاتير حاولت أني أتوجه حاربه باختصاصي كرسام كاريكاتير ولاحظت أنه باعتبار أنا وجود تقريباً ضمن المنطقة اللي داعش قريب منها وعمل جرائم قريب منها فحاولت أنه أعمل كل أعمالي اختصاصي أنه أرسم شيء فينا نحارب داعش فيه عن طريق ريشتي وقلمي ديزوار الذي لجأ إلى إقليم كردستان بعد أحداث الأزمة السورية قبل أربعة سنوات حارب تنظيم داعش من خلال رسم عشرات الرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد الجرائم التي ارتكبها التنظيم والممارسات التي يقوم بها في المناطق التي تقع تحت سيطرته في العراق والسورية استقصدت جميع النواحي من ناحية الفكر ومن ناحية الممارسات ومن ناحية أي شيء يمس داعش يمارسه على المواطنين وعلى الشعب فهذا التنظيم واصل لمرحلة أنه في طور الكسر وأنا بلشت لاحظ هذا الشيء من خلال الوسائل الإعلام وبدأت فيه حتى باختصاصي أنه أعمل هذه المرحلة التي يمر فيها داعش مرحلة بداية النهاية فأنا هنا بلشت فيه أعمله انكسار التنظيم وهزائمه في الموصل والرقة والدعوة لمحاربته عسكريا وفكريا شكلت زخما موضوعيا للوحات دزوار تلقى بسببها تهديدات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تنظيم داعش أنا عملت بعض الرسوم اللي لقت صدى في العالم فين نقول بعض الرسوم ومنها الرسمة أنا رسمتها على كوباني لما داعش انهزمت في كوباني وبعد ذهاب البيشمرقة إلى كوباني داعش انكسرت انكسار يعني فين نقول مذل أنا هون بهاي المرحلة لاحظت على وسائل الإعلام وعلى التويتر وعلى هاي انه داعش جدا يعني مستاء من هاي النقطة انه أنا أعمل رسمة رسمة ساخرة عن كطرطية طريقة هروبهم من كوباني فأنا هون رسمت رسمة عن كوباني وبالفعل أنا تلقيت تهديد منها من هاي المنظمة تلقيت تهديد منها عن طريقة تويتر بخصوص الرسمة اللي على الكوباني وهذه اللي أخذت صدى يعني في كتير رسوم تاني كمان أخذت صدى عن الطفل آلان وبعض الرسومات الأخرى يعني صارت يعني مثل ما بيقولوا موجودة بجميع وسائل الإعلام العالمية فيما لاقت رسومات زوار صدا عالميا كبيرا وخاصة في المجلات والصحف والمواقع العربية والعالمية أكد على استمراره في مشروعه بمحاربة التنظيم وتوثيق تراجعه في أغلب مناطق العراق وسوريا من خلال رسوماته معتمدا على ذلك بالتكنولوجيا الحديثة ترجمة نانسي قنقر